وخلال المؤتمر الصحفي نافع مدبولي وجود أي أزمة في توليد أو نقل أو توزيع الكهرباء لافتا إلى أن الأزمة تكمن في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء هذا وأكد مدبولي اعتزام الدولة استيراد 300 ألف طن من المزوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء السيد وزير البترول عرض علي أنه محتاج أنه يزيد من الاحتياطات الاستراتيجية للمزوت احنا عندنا احتياطات موجودة الاحتياطات دي بنستخدمها للمنورة ما بين المحطات وبعضها البعض ولكن تحسباً للحرارة الكبيرة جداً اللي احنا ممكن نكون متوقعينها أنها تحصل طلبت من سيادته أنه يزيد من حجم هذه الاحتياطيات عشان يبقى عندنا احتياطيات إضافية فهو طلب أن احنا ندبر أو نستورد 300 ألف طن مزوت إضافيين غير اللي عندنا ودول قيمتهم لوحدهم 180 مليون دولار وتم الموافقة الفورية من 48 ساعة لسيادته ووجهت السيد وزير المالية دبره من بارح المعادل ليهم بالجنيه المصري ابتدى مع علي وزير البترول يتعاقد بالفعل على 180 مليون دولار والـ 330 ألف طن مزوت وحيبدأوا يوصلوا مصر إن شاء الله مع بداية الإسبوع القادم